موسيقى أهلا بكم من الطبيعي أن يشعر الناس بالخوف والقلق عندما يتحول وباء مرضي إلى جائحة عالمية كما حدث في حالة فيروس كورونا كوفيد 19 ولكن عندما تنتشر الشائعات والمعلومات المضللة بالإضافة إلى انتشار الأفكار النمطية بسرعة عن الأشخاص المصابين بالمرض أو من يشتبه بإصابتهم به هنا لا بد من التوقف وإعادة النظر في السلوك الاجتماعي مع التأكيد على أن الإصابة بالمرض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى وصمة اجتماعية كما يجب أن ندرك أن إلقاء اللوم على مجموعات معينة من الناس بسبب جائحة وبائية هو أمر يشكل تهديد للمجتمع وحول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الدكتور فالح الرويلي خبير في إدارة الأزمات للحديث عن موضوع الوصمة في ظل جائحة كورونا أهلا بكم من جديد مشاهدينا ورحم بضيفي الكريم الدكتور فالح الرويلي الخبير في إدارة الأزمات بساك الله بالخير دكتور مساء النور اللي يمسيك بالنور والسرور يا أهلا وسأل بك الدكتور يعني في ظل جائحة كورونا الآن وهي يعني العالم كله لا يكاد يكون فيه بلد إلا يعني غالبا وأصيب بهذه الجائحة على اختلاف شدة الإصابة بين الناس أو الانتشار فيروس كورونا هل لازمت هذه الجائحة شعور بالوصمة؟ يعني هل يشعر الأشخاص اللي يصابون بكورونا بالوصمة؟ أو على الأقل ينظر لهم المجتمع ينظر لمن يصاب بهذا الفيروس أنه مصاب كورونا وبالتالي هي وصمة؟ بداية لابد أن نشير أن عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم تجاوز 9 مليون إصابة على مستوى العالم هناك منهم 5 مليون متعافي تقريبا اليوم كان في تصريح منظمة الصحة العالمية المتعافين تجاوزوا 5 مليون هناك ما يقارب نصف مليون حالة وفا ظاهرة الوصمة الاجتماعية الخاصة بمرض كورونا يمكن أن نقول أنها جزء من الإشكاليات التي ترافق هذا الوباء أي كارثة صحية أي أزمة يكون عادة لا تأتي لوحدها بل يكون معها منظومة بكج كامل من الأزمات والإشكاليات ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والتربوية هذا هو مشكلة وحقيقة أي أزمة تمر في أي مكان في العالم فجزء من الإشكاليات التي تحصل هي الوصمة الاجتماعية باتجاه المصاب أو المتعافي من المرض الذي شفي من المرض فيمر ببعض التحديات الموجودة في داخل المجتمع يمكن أن نقول أن الوصمة تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى من مجتمع إلى آخر من دولة إلى أخرى قرأ التقارير في بعض الدول العربية لن أتكلم عن دول بعيدة بل دول عربية أنه تم رفض دفن بعض الموتى الذين اكتشف أنهم ماتوا نتيجة كورونا في مقابر المنطقة التي عايشون فيها بعضهم حتى أطباء هناك تصل مرحلة الوصمة إلى مظاهر متقدمة جدا في حتى الاعتداء أو مقاطعة هؤلاء المتعافي من المرض على اعتبار أنهم جزء من المرض نفسه فهي على مستوى العالم هذه حالات نادرة هي ظاهرة في بعض الدول نعم هي في بعض الدول وصلت إلى ظاهرة حتى برزت مجموعة من التشريعات إذا بنتكلم عن المجتمع البحريني بحمد الله سبحانه وتعالى المجتمع البحريني لا يعاني مثل هذه الوصمة كما تعاني منها مجتمعات عربية قريبة هناك يمكن حالات فردية معدودة يمكن أن نصل لها أو نعرفها حتى أذكر بعض الصحف تناولت بعض الحالات الفردية الموجودة والدور عندما نتحدث عن وصمة نحن لا يحتاج أن ننتظر أن تتفشى الظاهرة أو البصمة حتى نتحدث عنها لكن هناك مسؤولية إعلامية على المثقفين في المجتمع على الكتاب أن يتناولوا الظاهرة قبل أن تستشري فإذا تكلم عن مجتمع البحريني بحمد الله سبحانه وتعالى لا توجد لدينا ظاهرة لم تصل إلى مرحلة أن تتفشى مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية حالات فردية بسيطة يمكن أن تعد ولكن من الجيد أن نشير إلى هذه الإشكالية حتى لا تتفاقم مع الوقت الكورونا مرض فيروس صحيح يعني ليس للإنسان اللي يصاب فيه يعني يد في ذلك طبعاً الكل مطالب أن يأخذ الإجراءات الاحترازية من التباعد يعني المعروفة من غسل ياد من لبس كمام وما إلى ذلك وأن يقوم بدوره بدوره بوعي لكن لو أصيب الشخص وهو يقوم بكل ذلك فما في شيء يشعره بالوصمة وإذا نقول وصمة نقصد شنو دكتور بالضبط يعني يشعر بالحرج هو نفسه يشعر بشيء من أن المجتمع ينظر له بماذا؟ أنه غير مثلاً واعي أو أنه مالتزام أو أنه خطر على حوالي ما الذي نقصد بالوصمة حينما نربطها بكورونا تحديداً؟ عادة كلمة الوصمة بالإنجليزي السوشال عادة هي ممارسة تنم عن ازدراء أو أحياناً عن رفض اجتماعي شديد باتجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص فالوصمة هي ممارسة غير أخلاقية باتجاه مجموعة من الأشخاص وهذه الممارسات ليست متعلقة فقط بكورونا ولكن هذه الممارسة يمكن أن تكون مع أشخاص مصابين بأمراض أخرى مثل مرض الإيدز حيث أن الكثير من المصابين يعانون من هذه الوصمة أحياناً قد تكون الوصمة نتيجة السمنة المفرطة عند الإنسان فيتعرض لهذا النوع من النفور الشديد من قبل الآخرين فهي كظاهرة اجتماعية موجودة في الكثير من الممارسات الحياتية أحياناً تكون ضد عرقيات معينة ضد لون بشرة فهي ظاهرة موجودة عالمياً ومن حين إلى آخر نسمع بالكثير من الأحداث مظاهرات تغيرات على المستوى السياسي نتيجة هذا النوع من الممارسة إذا تحدثنا عن كورونا تحديداً إذا تحدثنا عن كورونا تحديداً فقد تكون الوصمة نوع من الرفض الشديد باتجاه المصاب بالمرض أو المتعافي منه الذي يصيب فيه فترة سابقة حتى المتعافي نعم حتى المتعافي قد يمر نتيجة أن الناس يعني في عندها غموض نوعاً ما بالتعامل مع المرض أو بطبيعة المرض هناك كم كبير من المعلومات المنتشرة والإشاعات نرجع لمنظمة الصحة العالمية واحدة من التحذيرات التي اليوم أصدرتها عدم الإنجرار خلف المعلومات المغلوطة والكاذبة والإدعاءات غير الصحيحة أحياناً يخرج أشخاص قد يكون لا مسمى وظيفي أو قد يكون طبيب أو خبير بهذه المسميات وتكلم ويعطي معلومات مغلوطة على المرض فهذا نوع من الضبابية تخلى الإنسان عنده خوف هذا الخوف يترجمه من خلال سلوكه باتجاه الآخرين الأشخاص اللي ممكن أصيبوا بالمرض كما ذكرت استاذ علي في حالات كثيرة الشخص أصلاً لا يعلم أنه مصاب بمعنى هو طبق جميع إجراءات الصحة والسلامة التعقيم والتباعد الاجتماعي ولكن أصيب بالمرض لأننا نتكلم عن فيروس لا يمكن أن يرى بالعين المجردة وقد يبقى على الأسطح لفترات طويلة جداً فترات طويلة فأنت ماشي يمطبق كل الإجراءات وانتقلك المرض يعني الموضوع الأسطح مونا بنتكلم أنه فيه تباين فيه نعم فيه حديث كبير جداً صحيح خلنا نتكلم عن جانب الاجتماعي أكثر نعم بمعنى لازم نفرق بين السلوك الفردي أو الجمعي لأشخاص غير ملتزمين بالتباعد الاجتماعي قاعدين مثلاً لا يلتزمون بالإجراءات المطلوبة من يعني لا تخرج الله للضرورة البس الكمام اغسل يدك عدم الخروج بدون داعي في التجمع الزيارات ما إلى ذلك نحن ننتقد هذا السلوك ونطالب بالاتزام بالإجراءات كسلوك فردي واجتماعي لكن الذي يصاب لقدر الله وقد يكون قايم بكل الإجراءات الاحترازية ولكن قدر الله له أن يصاب هذا لا يجب أن نكون لا كإعلام لا كشعوب لا كأشخاص لا كمجتمع ضده أو نلصق به وصمة أو يشعر بشيء من الخزي أو الحرج لأن هذه في الأخير مرض ننتقد سلوك لكن لا ننتقد مرض صحيح يجب أن نفرق بين الفيروس والإنسان بين المرض وبين المريض في حالات كثيرة نجد أن شخص واحد قد يكون شخص واحد انتقل المرض بطريقة يعني غير معروفة أو هو كان خالف إجراءات السلامة لكن هذا الشخص الواحد وقد يكون ملتزم قد يكون ملتزم ينقل المرض إلى أعداد كبيرة من الأشخاص الآخرين في أسرته أو في مقر العمل الذي هو موجود فيه فهؤلاء الذين تلقوا المرض بسبب هذا الشخص ما هو المسؤولية التي عليهم؟ أو لماذا يتم التعامل معهم كأنهم ارتكبوا جريمة؟ الفيروس اليوم أصيب فيه الكثير من الشخصيات على مستوى العالم نتكلم عن زعماء دول رؤساء حكومات ممثلين مشاهير شخصيات أطباء الأطباء من أكثر الناس اللي انتقلوهم من عدوى ليش؟ لأنهم قاعدين يضحيون بأنفسهم في سبيل المجتمع اللي هم عايشين فيه حتى ينقذوا أرواح الآخرين فتجد أنهم يقومون بهذه المجهودات الكبيرة ومما يؤسف له أن في بعض الدول يجد هذا الطبيب اللي هو قاعد يضحي بنفسه ويضحي حتى بوجوده مع عائلته نحن نرى في بعض الدول قد الطبيب لا يستطيع أن يذهب إلى البيت لفترة أيام أو أسابيع وحتى في البحرين أطباء الممرضين يعني الكادر الطبي والصحي يبدل تضحيات كبيرة جدا الكثير من المجهودات ساعات وأيام من الجهد الكبير لا شك وقد يصاب منهم أحد أمر وارد وصمة بهذا قد يكون فيه سلوكيات فردية قد يكون فيه مثلا تخوف خوف شعور بالقلق والله هاي الشخص أصيب فلما يرجع لحياة الطبيعية الناس لأن الشيء جديد ومبهم وما زلنا نكتشف هذا المرض وتظهر حقائقها مع الوقت أنه قد الناس تشعر بخوف من المرض قلق لكن هل هناك شيء أو شعور سلبي تجاه الشخص أيضا هل موجود؟ كظاهرة لا نستطيع أن نصدر هذا الحكم أن هناك ظاهرة في البحرين وهذا أشرت لي قبل قليل نأكد عنه وهذا نعم وهذا من الأمور الجيدة والممارسات الطيبة إذا أوجدنا إذا سوينا مقارنة مع مناطق أو دول أخرى نجد أن بعض المصابين معروفة حتى التفاصيل الدقيقة في حياتهم تفاصيلهم الشخصية الدقيقة أصبحت مشهورة وتلوكها الألسن وتتناقل في السوشيال ميديا لكن بحمد الله سبحانه وتعالى هذا السلوك غير موجود لدينا في البحرين طبيعة قد يكون طبيعة المجتمع أو بعض الممارسات هذه إضافة أن هناك حكمة في تعامل وزارة الصحة لدينا أو في الإجراءات المطبقة لدينا في البحرين عادة نحن نسمع أرقام أن الرقم الحالة رقم كذا حصل أو انتقلها المرض بهذه الطريقة ونقلت المرض إلى أشخاص آخرين فهذا التعامل الذي يحفظ خصوصية الإنسان ويحفظ إنسانية الإنسان أيضا وكرامة الإنسان قد تكون جزء من الممارسات التي سنقولها المميزة في إدارة وتعامل البحرين ووزارة الصحة مع الأزمة فأدى إلى حدوث نوع من الكوابح في انتشار هذه الممارسات إدارة هذه الأزمة حتى من الفريق الوطني كامل الخطاب الإعلامي كان من البداية أن هذا المرض ليس معني بأشخاص ولا بأعراق ولا بفئات ولا بجنسيات هو مرض نحن أمامه متساون كبشر كلنا وقد مثل ما تفضلت يصاب أشخاصهم ملتزمين رايح دوامة قد يكون نصيب لأن شخص آخر غير ملتزم نقل له في الدوام وهو يمكن أن ينقل لأهله في البيت امرأة أو رجل مسن ما يطلع من البيت حتى فهني تنتفي يعني مسألة الوصمة عقليا المفترض تكون بعيدة عن أي شخص سوي ينظر للإنسان أصيب بفيروس أو مرض بأن هذا شيء معيب الذكار دكتور أن هناك بعض التحديات التي يواجهها المرضى وحتى المتشافين من المرضى مثل شنو؟ يعني المتشافي لما يعود للحياة يعود لعملها يعود لفريجة إن كان الناس تدري يعني شو التحديات اللي واجهها؟ بعض التحديات اللي واجهها الشخص المتعافي اللي هو بدأ يرجع إلى المجتمع قد تكون جزء من تعامل أو تخوف الآخرين من اللقاء فيه أو الحديث معاه باعتباره كان مصاب بالمرض أحيانا هناك معلومات مغلوطة أنه متعافي لكن المرض موجود فيه وهذا شيء غير صحيح في البحرين إذا دخل أحد في الحجر الصحي تجرى له مسحتين مسحة أولى ومسحة ثانية إذا كانت النتيجة السلبية في المرتين يمكن أن يخرج وبذلك نقلل من هامش الخطأ في الفحوصات وبالتالي لما يطلع وتصدر له شهادة من وزارة الصح أن هذا الشخص الآن سليم ومعافي فهما أهل الاختصاص يقولون أن الشخص خلاص الآن متعافي وأعتقد أيضا أنه يطلب منه أن يجلس في البيت فترة معينة أو كإجراءات نعم هناك إجراءات كثيرة بمعنى أن نحن نتكلم عن الجانب الاجتماعي لكن من المهم أن نشير أننا لدينا جهات معنية تقوم بتطبيق مجموعة من الإجراءات وهي تتابع كل المعلومات والتغيرات التي يحدث لأن الوباء هو جديد نحن نتكلم عن فترة أشهر بسيطة وهذا الوباء يوميا تحصل نوع من تحديث المعلومات دراسات تظهر لا يبرر للناس الخوف أو القلق لا أتحدث عن محاولة التنمر أو أن يستهزئون بالشخص أو تخوف أو تجاهلة أو عزلة بعيدا لكن الخوف الشوي لا يكون مبرر لأن الناس مفهمة أحيانا قلة المعلومات تضارب المعلومات حتى من منظمة الصحة وهي كل يوم معلوماتها أحيانا تكون متضاربة حتى ما يخلي الناس تخاف يعني هي ليس لديها أي شعور سلبي تجاه الشخص الذي يصيب ولكن هي يحق لها أن تخاف مثلا دكتور أنا يعني كرأي في مسألة اجتماعية من حق أي إنسان أن يأخذ مجموعة من الإجراءات والاحترازات حتى يحمي نفسه ويحمي الأشخاص المحيطين فيه لا شك هذا أمر مطلوب وأمر دون تنمر أو تشفي نحن نتكلم عن مسألة أخرى تماما نحن نتكلم عن واحد يأخذ إجراءات نحن نتكلم عن ممارسات قد تكون ممارسات غير أخلاقية تجاه الأشخاص الذين يصيبوا أو تعافوا من المرض نوع من الجفوة التي تحصل أحيانا قد تكون هناك نوع من إطلاق الإشاعات على الأشخاص أو اعتبارهم على أنهم ارتكبوا جريمة يعني أصيب بالمرض إذا هو ارتكب جريمة نحن هذا بالضبط الذي نتحدث عنه نعم عدد الإصابات اليوم في البحرين قاربت من 20 ألف إصابة الحالات القائمة في حدود 5 ألاف إصابة على المستوى العالمي وحتى في البحرين المؤشرات تقول أن الأعداد قد تزيد قد تزيد مع الوقت وبالتالي هي تزيد وتصل بعدين إلى مستوى معين وتقل حسب سلوكيات الناس يعني نلتزم تقل يقل التزامنا تزيد يعني مسألة الزيادة والنقصية هي ترتبط بالمسؤولية الجمعية نعم المسؤولية الجمعية نعم المسؤولية الجمعية في جهات الآن مسؤولة عن اتخاذ قرار قاعد تأخذ قرارات إذن هناك مسؤولية أيضاً اجتماعية على المجتمع ككل وعلى الأفراد فهناك نوع من التغيرات في الأرقام والنسب المسألة التي كنت أريد أن أشيرها لها أننا نصل في لحظة من اللحظات أو نحن قد نكون وصل لا لها أننا نعرف شخص معين أصيب قد يكون أحد الأقارب قد يكون أحد الأصدقاء قد يكون أحد الزملاء في العمل قد يكون جار فبدأنا الآن نسمع عن حالات عن أشخاص نحن نعرفهم أصيبوا بالمرض وبالتالي أصبحها هو جزء من حياتنا التي نعيشونها اليوم وعادة الكوارث والأوبئة تغير تحدث كثير من التغيرات على المستوى بعد مرة نتحدث عن المستوى السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي فالحياة قبل كورونا هي مختلفة عن الحياة بعد كورونا وبعد أن أصبح جائحة وبالمناسبة كلمت جائحة مختلفة عن وباء لما يتفشى الوباء ينتقل إلى مستوى آخر هو جائحة وبالتالي علينا أن ننتبه للكثير من الممارسات التي نقوم بها في حق الأشخاص اللي أصيبوا أو بحق الأشخاص المتعافين من هذا المرض حتى لا نقع في الظلم والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى بمعنى أن حتى الشخص نحن لا نتكلم عن واحد أصيب بمرض نحن نتكلم عن واحد يرتكب الأخطاء فنحن مطالبين أن نقيم العدالة مع هذا الشخص المخطئ وَأَنَا مِلْفِتَةَ لَمَّا قَرَأْتْ فِي التَّشْرِيْعِ الْإِسْلَامِي وفي مسألة الفقه الإسلامي في التعامل مع المرضى والمرض فوجدت أن هناك مدرستين كبيرتين في التعامل مع المرض في التشريع الإسلامي هناك بعض الفقهاء الذين يرون أننا لا نستطيع أن نجبر المريض على أن يتداوى نظرة فقهية كاملة بل حتى هناك الكثير من الصالحين والتابعين في فترة معينة كانوا إذا لم يمرضوا يبتدون يشكون في أنفسهم أنهما قال إن الله سبحانه وتعالى غير راضي عنهم فما ابتلاهم بالمرض وقصة هناك قصص كثيرة ومواقف كثيرة عبيدة عمر من الجراح لما كان في منطقة عمواس وفي الطاعون رفض أن يخرج منها مع أنه كان سليم وغيرها ولكن النظرة الأخرى أيضا وهي النظرة التي مستندة لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر سنوات حياته لما كان مريض كان يؤتى له بالأطباء ليتداوى بل الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أن يحدث التداوي الفكرة التي كنت أقولها أن التعامل مع المرض في التشريع الإسلامي في له فلسفة طويلة جدا المرض هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والابتلاء أحياناً يكون لتمحيص السيئات و لزيادة ورفعة قدر الإنسان فكثير من المرضى والذين يتوفون رحمة الله عليهم هؤلاء يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى و لعلهم انصبروا و أحسنوا و ماتوا على ذلك يكون لهم في خير كثير فهي تكفير حسنات نعم نعم صحيح فهذه النظرة التي نحن في معتقداتنا الدينية علينا أن ننتبه لها نحن قبل أن نطلع الهواء كنت تتكلم أستاذ علي عن أن الإنسان المؤمن لما ينظر إلى الأوبئة للأمراض للكوارث ينظر لها من زاوية مختلف عن الإنسان الذي ليس متبندين الإنسان المؤمن يجد أن هناك معنى كبير في الحياة فحتى إصابتك بالمرض هي لها معنى و فيها نوع من التكفير عن السيئات بل في حديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فسواء أصبت بمرض أو أبشرت بأمر خير فكله خير للإنسان المسلم إذن نحن نقوم بما علينا نحن نأخذ الاحترازات نقوم بكل المطلوب نلتزم بالقواعد و الناس باتت تعرفها كلها يعني ولكن أن نتعامل مع الناس بمن يصيب أو يصاب بهذا المرض نتعامل معه وفق أخلاقنا وفق ديننا الحنيف وفق سلوكياتنا ما المطلوب اليوم من الشخص اللي يصاب عشان هو حتى لأن البعضهم نفسيا يعني يشعر هو بداخله بشيء من هذه الوصمة يشعر أن المجتمع يعني ينضر له أو هو يخشى أن المجتمع ينضر له البعض لا متفهم وهذه مرض وقدر الله وما شاء فعل وأنا كنت ملتزم سويت الله عليه وكان أمر الله ولكن البعض يشعر بشيء من هذا القبيل نفسيا اللي يصاب ويتعافى ولله الحمد شيء المطلوب منه والمجتمع كيف يجب أن نتعامل معها أيضا؟ أنا في تقديري أن الإنسان المصاب يمر بمجموعة من المشاعر المختلفة دعني أفصل فيها شوي بداية بحمد الله سبحانه وتعالى في البحرين أغلب الحالات لا فيها أعراض قوية وفي بعض وفي نسبة كبيرة من الحالات أصلا لا يظهر عليها أي أعراض وبالتالي التحدي الطبي أو الآلام المصاحبة والأعراض هذه الشديدة على الإنسان قد لا تظهر لكن هناك أثر نفسي الشرائح اللي قد يحصل لها الحجر الصحي قد يكون أطفال الأطفال أحيانا وجودهم في بيئة مختلفة عن البيئة اللي هم متعودين عليها في البيت تؤثر فيهم نفسيا نعم وتظهر بعض أعراض التأثير النفسي مثلا ظاهرة النكوس أن الطفل قد يبول في الفراش أو قد يبكي بشكل متكرر أو قد يكون عمره كبير لكن يمارس ممارسات أصغر من العمر اللي هو فيه قد تظهر عند المراهقين بالعصبية الشديدة بالنرفزة بردات الفعل العنيفة قد تظهر عند بعض اللي يتم لهم الحجر من ناحية نوع من الاكتئاب اللي يمرون فيه فهناك تداعيات كثير منها نفسية لا يصيب أي شيء وهناك طبعا بعض الأشخاص تعتمد على القوة النفسية للإنسان الآن دوركايم وهذا يمكن مسألة بعيدة شوية دوركايم وهو أحد علماء النفس اللي تكلم عند كتاب اسمع عن الانتحار فذكر معلومة عن قوة نفسية للإنسان ولما درس في ظاهرة الانتحار فلاحظ أن الأشخاص اللي ملحدين أو لا دينيين نسبة الانتحار لديهم أعلى بينما الناس المؤمنين بمعتقدات دينية نسبة الانتحار لديهم أقل فيفسر ذلك أن المعتقد الديني وعندما يربط الإنسان نفسه بقوة أكبر بقوة الله سبحانه وتعالى ويدرك أنه فيه ابتلاء والإنسان. الكلام الذي ذكرناه قبل قليل فهذا يعطيه قدرة عالية على التعامل مع الضغوطات النفسية التي يمر بها فأحيانا الإيمان بحد ذاته هو جزء من مواجهة المرض. نعم وهو ملجأ إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم هناك إمكانية الحجر في المنزل مثل ما نعرف حسب الشراطات المعينة خاصة للأسر إذا ما في عندهم مشاكل صحية وفيهم أطفال هذا راح يسهل أمور كثيرا. لا شك. لكن شون يعني التعامل مع مثلا لو كان في مراقين لو في أطفال مروا بهذه دور الأبا دور الأموهات شون يتعاملون يتعاطون مع عيالهم لتطمينهم لعدم تخويفهم ما يصروا لأن الطفل دائما قد يسرح بخياله لما هو أبعد من الحقيقة قد يغوص في الموضوع أكثر من ما هو لازم فشنو دور الأهل يعني يحمون عيالهم من دي الشيء وبعد نرجع مرة ثانية للمجتمع شنو دوره. نعم أريد أن أثني في الحقيقة على المرونة العالية لدينا في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي فبدأت أن عندنا مجموعة من المحاجر الصحية على مستوى البحرين ثم حصلت نوع من المرونة وتغيير في قرار فأتيح أن يكون هناك حجر في المنزل. في تقديري الحجر في المنزل خفف من حجم الضغوطات التي يمكن يواجهها أي إنسان يدخل في حجر صحي في أحد المناطق. رغم أن الخدمات التي تقدم في المحاجر الصحية لدينا في البحرين خدمات رائعة جدا وتبذل الطواقم الطبية والعاملين في المحاجر الصحية بذلون مجهودات كبيرة جدا. أنا أوجه لهم التحية. الله يعطيهم الصحة والعافية ويبارك في مجهوداتهم وأجرهم عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيكون أكبر. الآن لما يكون عندنا حجر صحي فهو ترى ما تغير عن الوضع السابق الموجود قبل أن يحصل الحجر الصحي أو يتم اكتشاف المرض. فلذلك وجود الأسرة في المنزل في حد ذاته هو نوع من الحماية ويخفف من حجم الضغوطات. ولكن أيضا من الممارسات الإضافية أنا عادة أقترح أن يكون في البيت في جزء من الروتين أن يكون هناك تنوع في الممارسات في داخل البيت. من هذه الممارسات أن يكون هناك تقوية الجوانب الإيمانية عند الناس. أنا ما أطلب من أن أقول يعني أقعد طول يوم وكنت تصلي وتقرأ قرآن. لا أنا أقول لو كان جزء من الأنشطة التي تسويها في البيت هي قراءة القرآن الجماعية داخل الأسرة. أن تطلب من أبنائك حفظ بعض الآيات القصيرة من القرآن الكريم أن تجلس أيها الأب أو أيتها الأم مع الأبناء وتكلمهم عن فكرة الابتلاء وعن فكرة المعنى في الحياة وعن فكرة أن أنت تحصل على أجر لما تصبر وتتحمل لما تضرب لأمثلة على دول أو مناطق أخرى أو عن ناس مصابين. لأن الحجر الصحي بس للي لا تظهر عنده معراض وفقشت راضات معينة. فتقول لها الحمد لله أنت موجود في البيت. هذا النوع من الحديث هو حديث مهم جدا لأنه خنقول إحنا كثير من مشاكل الإنسان كثير من طبيعة الأفكار الموجودة في رأسه. أنا قرأت عن تجربة رائدة فضاء أمريكية جلست أكثر من تقريبا ستمائة يوم في الفضاء الخارجي في إحدى المحطات الفضائية. فتقول أحد الأسباب اللي خلاها تتحمل هذه الفترة الطويلة من الإنعزال. نقول في محطة فضائية في مكان في حيز ضئيل جدا. يعني ليس في البيت أو في الشقة اللي أنت موجود فيها في مكان أضيق. فكانت تقول هو إحساسي أني أقدم خدمة لوطني وللإنسانية. هذا أعطاني القدرة والطاقة على التحمل. وكذلك لما يشعر الإنسان الأب أو الأم أو الأبناء نحسسهم هذا الشيء. أن أنت تقوم الآن بواجب واجب أمام الله سبحانه وتعالى وواجب للوطن الذي أنت عايش فيه أنك تحمي الآخرين من الإصابة بالمرض. هذا جزء من التعافي وجزء من القدرة على التعامل مع الضغوطات الحياتية أو كورونا. نعم صحيح. المجتمع ما المطلوب منه الآن؟ تجاه من يصاب تجاه المتعافين لأن هؤلاء سيعودون إلى أسرهم فرجانهم دواماتهم في العمل أصدقام يعني سيتعاملون مع المجتمع. ما المطلوب الآن؟ من من يتعامل مع هؤلاء؟ على المجتمع وكل أفراد المجتمع إدراك مسألة مهمة جداً أن كل إنسان معرض أن يصاب بالمرض. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. كل إنسان معرض للإصابة بهذا المرض. عندما يكون هناك ممارسات غير أخلاقية جزء من ممارسات الشر التي يمارسها الإنسان باتجاه أخيه الإنسان. أنه قد يساهم في انتشار المرض أكبر. لأنه لما يكون في نظرة عند المجتمع أن من يصاب سيتعرض للوصمة. هذا كيف يذهب إلى يفحص أو يعالجه؟ هذا تجد روح الدوام هو خايف يقول لهم أنا ترى عندي أعرض أو أنا شاك أن أنا مخالط أو غيره. فممكن أن يتسبب في نقل المرض للآخرين الموجودين معاه. كذلك أنا عرفت أن في بعض الدول عندهم سوق سوداء للدماء المتعافين لأنه في البلازمة الدم. فصار فيه سوق سوداء يعني متعافي يبيع الدم وبمبالغ مالية طائلة حتى يأخذون منه العلاج. فلما يكون إحنا عندنا الأريحية وفي تقديم الدعم لأفراد المجتمع. إحنا مو بس قاعدين نخفض أو نمنع ظواهر انتشار المرض. ولا الحمد. بل أحياناً. ظواهر متطرف إحنا في البحرين بعيدين تماماً عنها ولله الحمد. نعم. نعم. فالكلام اللي حاب أقوله أن عندما المجتمع يكون لديه وعي أن هذا الشخص ليس المرض. هذا الإنسان المتعافي أو اللي كان مريض هو ليس الفيروس. علينا أن لا نطلق أسماعنا لكل إشاعة موجودة. إذا وجدنا إساءة في السوشال ميديا لأي جهة، لشركة، لمؤسسة، لمحلات تجارية، لغيرها. علينا أن لا ننشرها أو نبادر في نشرها. لعرق، لوافد. لعرق، لوافد. هذا مرض لا يختص بفير. نعم، من الفئات التي تتعرض للوع من التمييز الآسيويين. ولذلك، إذا تكلمنا عن الوباء الذي حصل في عام 1918 كان اسمها الإنفلونزا الإسبانية. الآن، هناك مجموعة من الإجراءات التي تقوم في المستوى العالم. هي لم تظهر من إسبانيا. 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 هي في أمريكية. هي بلد في تكساس تحديدا. نعم، في المتحدة الأمريكية. نعم، لأن إسبانيا كانت تنشر عنها أكثر. لأنها كانت لا تخوض الحرب العالمية. نعم، فالآن من جزء من مقاومة أو استراتيجيات الحد من الوصمة أن الفيروس كورونا هي عائلة. سمي الفيروس الانتشر بكوفيد-19 إلى عام 2019 حتى لم يعطى إلى عرق أو جنس أو دولة. فهذه كلها ممارسات للحد من الوصمة التي يمكن أن تحدث. نعم، ولله الحمد نؤكد أننا في البحرين لا نرى هذا. هذه الظاهرة تحدث أشياء الحردية. لأننا لسنا في مجتمع فاضل ولكن الحمد لله المجتمع متدين، واعي، مثقف، قادر على الاستيعاب والتعاطي المحترم. حتى الأسيوين في البحرين، دعنا نقول الوافدين بشكل عام لديهم، الدولة تقدم لهم الكثير من الدعم. الناس مدت لهم كل يد المساعدة. وأنا في الحقيقة من الأمور الأفتخر فيها في حديثي عن لما نلتقي بعض الباحثين في هذه المجالات. أنا أفتخر أقول لهم البحرين تقدم خدمات عالية للوافدين من فحوصات في المحاجر الصحية. تقدم لهم خدمات كبيرة جداً. وبشكل مجاني بدون تمييز، وهو توجيه من القيادة الرشيدة والمواطنين كلهم، حتى حملة في النخير. هي حملة جاءت من البحرين كلهم ومن حتى مقيمين وهي لدينا أعداد كبيرة من المتطوعين في المحاجر الصحية. وهذه كلها ظواهر إيجابية وتعطيك مؤشر أن المجتمع حي. نعم ولله الحمد ونتمنى إن شاء الله هذا الوعي يستمر. وإذا كان فيه أشخاص يعني ملوا شوي تعبوا شوي لأن الموضوع يعني أيضاً البشر يجب أن يعودوا دائماً إلى الخط الصحيح وهو أننا قد وعينا قد التزامنا كل ما زاد الوعي رح تقل الإصابات رح نتخلص إن شاء الله من هذا كله وتعود حياتنا الطبيعية كما كانت. كل الشكر والتقدير لك أستاذ من الفاضل الدكتور فالح على ما تفضلت به ويعني أنا أعتقد أن رسالتك مهمة جداً اليوم اللي قالت بأن يجب إحنا كمجتمع نكون واعيين ليس فقط يعني أن نحن بالتباعد وأن نحن نتجنب هذا المرض وهذا الفيروس ولكن كيف نتعامل أيضاً مع من ابتلى بهذا المرض بقدر من الله سبحانه وتعالى. كل الشكر والتقدير لك شكراً لك يعطيك العودية كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة في أعلى. اشتركوا في القناة